اشتركوا في القناة في عنا خلوم مسار ورح ينتقل القمر لبرج الحوت طبعا القمر الآن موجود في منزلة سعد اللخبي وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة صباحا من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما ان القمر موجود في برج الدلو من الآن ولغاية ساعات يعني ما بعد العصر منشعر بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب الانضمام لنادية أو مجموعة من الرفاق وتجربة تسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي مو سعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة أو الزوايا الفلكية يعني هو الزاوي زاوي التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة وعشرين واحد هاي الزاوي بتدفع بحضوظنا بصورة عامة وبيقوى بتقوي إرادتنا وبتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف برضو هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكاني أن يكون إلنا دور اجتماعي مهم وممكن أن نحقق نجاح في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة وعشرين واحد تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبرضو بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك والميل للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة تسعة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيد جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء من واجه مصاعب وعراقيل لبتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية ما بين القمر وما بين الزهرة وهاي طبعا ذروتها الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيد جرينيتش تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا أو بعد العصر ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بعد هاي الزاوية بعد هذا الخلو رح ينتقل القمر لبرج الحوت الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا أو مساءا على حسب الدولة اللي أنت فيها ومن هاي هذا الوقت وما بعد بتلحب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بعض الأشخاص ممكن يقعوا في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعة المساء عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات المساء وما بعد حتى باليوم القادم عنا القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين والميتالونين هذول الهرموناتين برضو رح يصير فيهم مشاكل فعشان هيك بنجد أنه الآلام بنشعر فيها أكثر من المعتاد وبصير عنا أرق وقلة في النوم في هاي الفترة بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها ومش بفترة خلو المسار يعني اللي بيقدر يأجل العملية يأجلها ولكن إذا كانت الطراري عدلة حول ولا أما بالنسبة لعمليات التجميل فهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 25 واحد بيبدأ في تمام الساعة 14 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 47 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد وعمره يومين في تمام الساعة 15 دقيقة صباحا بصير عمره 3 أيام نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين سعيد بنسبة 60% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت ورح يضل في الحوت لغاية 25 واحد هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 15% أما في ساعة المساء بيرجع منتحس بنسبة 10% عطارد في الجديد حتى يوم 11 اثنين سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاث سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاث سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعة المساء بتنشطوا في مجال العلاقات مع الأصدقاء العلاقات الاجتماعية التقارب من أصدقائكم ومعارفكم وممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء صديق أو اتصال صديق أو تعاون أصدقاء معاكم ولكن من ساعات المساء القمر بدو يوصل لبيت متاعبكم فتعتبر فترة غير مريحة أو مقبلين على فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبرضو بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ممكن يكون عندكم نشاط اليوم يعني أوراق معاملات أو حتى أمور إلها علاقة بمواجهة أو نقاش ما بينك وبين رئيسك بالعمل أهمش أنك تنجز أعمالك وما تتغير عن أعمالك اليوم وبرضو ما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين في ساعات المساء هنا القمر بنتقل لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتلتقوا الأصدقاء ولكن بدكوا تحذروا الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً الأجواء ما زالت جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتعامل مع جانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو تقديم امتحانات جامعية أو مقابلات أو الاستراد والتصدير الأوراق القانونية والمعاملات حتى العاطف جياشي والتقرب من الأحبة ممتاز جداً أما في ساعات المساء بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكوا تحاذروا من الاندفاع والتهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة خلال هذا النهار أما في ساعة الليل فالأجواء رح تختلف عشان هيك ركزوا على الأمور المالية من الآن ولغاية ساعة المساء ممكن تهتم به حساب مشترك أو أموال الشريك أموال الزوج تطالب بحقوق لا إلك أو قرض أو أمور إلها علاقة بالوضع المالي ممكن يصير بعض الاهتمام بأعطاء المنزلية أو شؤون عائلية أو حتى مصاريف ولكن انتبه من أنك تكفى الحد أو تدائن حد فلوس لأنه ممكن ما تستردها أما في ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم تتفقدوا أوراقكم أمتعاتكم عليكم عدم التسرع أثناء القيادة السيارة أو أثناء التنقلات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم عشان هيك طاقتكم ضعيفة وبضل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الشركاء أو حتى ما بينكم شركاء المال أو العاطف يعني ما بينكم بين الأزواج أيضا ممكن يكون في نقاش أو حوار أو تقارب ما بينكم بينهم ولكن دون عصبية ودون حدية وحاولوا قدر الإمكان تضبط وعصابكم وما تدخلوا لا في جدالات ولا حتى بأي نقاشات حد عشان ما تتطور وانت الحلقة الأضعى أما من ساعات ما بعد العصر بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهمش أنه ما في داعي للمجازفات أو لإهمال عمل لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل أو بعض الأعطال أو الأمور الإضطرارية العائلية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة فبدكوا تواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لا عمل جديد يعني حاولوا أنكم تعملوا بشكل روتيني وما ترهقوا حالكم وبرضو بدكوا تنتبهوا على صحتكم من بعض التقلبات الصحية أما في ساعات المساء هنا القمر رح ينتقل مقابلكم تماما إيجابيتمكم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن سلبيتها أنه بدك تحذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل أي شريك عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا العاطفة قوية جدا ما زالت بكامل طاقتها التقرب من الأبناء من الأحبة الأجواء الجميلة ترفيه لممارسة هواية بعض الحضوض ممكن تدعمك شوي بتميلوا للتقرب لأحباكم وتجاوب معهم ولكن في ساعات المساء بدك تنتبهوا لصحتكم لأن القمر رح ينتقل يصير في بيت الصحة أو العمل انتبهوا من التقلبات الصحية انتبهوا على عملكم وانتبهوا أيضا من أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم وبين زملائكم بالعمل طاقتكم شوي رح يعني تكون بوضع ملموس متقلب فعشان هيك بدكوا تحذروا وما تفرطوا بطاقتكم بأي شيء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تركيز كله على البيت والعائلة فعشان هيك بدكوا تتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم خلال هذا النهار أو من الآن لغاية ساعات المساء ممكن تهتموا بمسائل عائلية أو بيتية زي استئجار بيت، ترتيب، تصليحات، مشتريات وضع عائلة معين ممكن مناسبة، فرحة أي شيء له علاقة بالبيت والعائلة اليوم رح يدور فلكه عندك خلال ساعات من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر أما من ساعات ما بعد العصر الأجوار رح تتغير تماما رح تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم رح يصير الجو عاطفي جيد وبرضو رح تصير إلك رغبة بالتجميل أو بتغيير منظرك، مظهرك، مهندامك أو لباسك حتى طاقتك رح تتغير ولكن بدك تحذر أنه شوي طبعك بيكون غالب عليه العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليك الحذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا النشاط عالي وقوي جدا على مستوى التحركات والاتصالات والنقاشات والحوارات والسفريات القصيرة والأمور اللي إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يتصرع وما يتهور انتهبه أثناء تنقلاتكم وأثناء حواراتكم لأنه ممكن أي شخص يفهمك بشكل خاطئ أما في ساعات ما بعد العصر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل لأن حساسيتك عالية وعندك ردات فعل سلبية فحاول ضبط الأعصاب ممكن يكون في نوع من أنواع النقاش مع أحد أفراد العائلة ولكن بسبب مزاجك الحد ممكن هذا الأمر يتطور للأسواء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا التركيز كله على الأمور المالية فممكنك أشخاص ممكن يحصلوا على مكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم أو حتى هدية ممكن ولكن بتكون تتجنبوا لشراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات قدر الإمكان أما من ساعات ما بعد العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة عندك عالي جدا ولكن مزاجك شوي بيكون حد أو عندك عدوانية وهذا الشيء بسبب تقلب مزاجك فممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر برضو أثناء تنقلاتك وأثناء قيادتك للسيارة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا نشاط عالي جدا وعندك طاقة ممتازة جدا وثقتكم بنفسكم ممتازة وأيضا أنتم ملفتين لانتباه الجنس الآخر اليوم بشكل كبير ممكن اليوم أنه تركزوا على شيء بتكتبهدروا بعملوا في الأيام القادمة أو بتخططوا لأمر ما طبعا اليوم بيبدأ مخك يشتغل عليه بشكل أكبر من ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير تماما فهنا التركيز رح يصير على الأمور المالية رح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو بعض الفواتير ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم من بعض المشاكل اللي إلها علاقة خصوصا مع الزوج أو في العمل اللي بتعود للأمور المالية أهم شيء تتجنب والتبذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التعب بظل مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد العصر فحاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني ما تبادروا بأي أمر جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة في هذه الفترة ابعد عن المشاكل والمغامرات وابعد عن المجازفات والاعتماد على الحضوض أما في ساعات ما بعد العصر طبعا القمر رح يوصل عندكم تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن في بعض تقلب المزاج عندك رغم أن الطاقة ممتازة ومعنوياتك حيويتك ولكن لا تسمح لتقلب المزاج أنه يسيطر عليك ما رح تشعر بكثير فرق ما بين الآن ونفس الوقت برضو بعد 24 ساعة رح يختلف مزاجك أكثر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء